السلام عليكم ازاك الشباب عمليه الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح وان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض بقية كورس اكسلاوي المفروض اننا في الفيديو ده هناخد عيلة كده او هندرس عيلة العيلة دي اسمها عيلة سام يعني من العائلات التييلة قوي عندنا في البقات عندك سام سام اف سام اف اس سام برودكت يعني مجموعة معادلات عايز اقول لكم مهمة جدا يعني بنسبة تسعة وتسعين في المية كلنا هنحتاج المعادلات دي هنستخدمها في الشتات الاكسل بتاعتنا. فلو انتو شابه ان الفيديو ده مهمة بنسبة لك يبقى تابع معايا الفيديو به. اول دالة معانا هي دالة سام واحدة من الدوال البسيطة جدا ما فيهاش اي طعام. انا دلوقتي عايز اجمع فدالة الجامعة بتاعتي اسمها سام. فقدامنا اكثر من طريقة نقدر نستخدم ديهم دالة الجامعة سام. الطريقة الاولى على المسال اللي قدامنا هنا. عندي جدول في الاسماء في المنتجات. طبعا هنا اسمها المنظفين اسمها المنتجات. الكمية المباعة القيمة اللي اتدفعت في الكمية دي دي بالزبط. ففي كل بساطة عايز اطلع الاجمالي بتاع الكميات من هنا والاجمالي بتاع القيم من هنا. ففتيجي تقف هنا وتقول له في اختصار اولا معنا مع يساوي. فبتلاقي اوتوماتيك كتاب لك يساوي وفتح كوس وحدد لك كل الخلايا اللي فوق منها. تضغط جاب لك الاجمالي. ده كده كان الطريقة بسيطة جدا نستخدم نوع بعض دلت سم. هنمسحة الطريقة التانية. الطريقة التانية اللي انت تقبر تعمل حاجة او تستخدم حاجة اسمها اوتو سم. جمع تمام تلقائي. فاو انت وقف في الخلية دي هنا ترح يقول له اوتو سم. فيبتدي يجمع لك الخلايا اللي فوق منها بالشكل ده. تضغط انتر هو كده جمعه. او بقى الطريقة العادية يساوي افتح كوس وتبتدي تحدد نطاق الخلايا دي. بعد كده تضغط انتر هتلاقي جمع لك الخلايا اللي انت كنت محددها. هنا برضا نفس القصة عايزين نطلع الاجمالي. فممكن نستخدم الاختصار قلت معي يساوي. بعد كده انتر جاب لي الاجمالي بتاع العمود ده. دي كانت يعني دلة بسيطة جدا ما فياش هي مجهود. نخش بقى للتيج. عندي وصم اف اس. الاتنين دول بس تخدمهم للجمع لكن مع شرط. يعني بقول لكسل لما تلاقي كزا بتدي اجمع لي القيم بتاعته. يعني على سبيل المثال هنا في دلة احنا عايزين نستخدمها. انا عايز اطلع الكميات المباعة من الخطوط من الجدول ده. عايز ادور لي فين الخطوط هنا. ويبتدي يطلع لي او يجمع لي الكميات المباعة منها الدين. جمع بشرط. فبكل بساطة ممكن نتكبر هنا بس العمود ده شوية. هقول له يساوي نفتح كورس. بالمناسبة يا جماعة يعني قبل ما اخش واشرح كده. آآ الفيديو اللي فات في كورس كنت اشارح التسبيت للمعادلات. مهم جدا يعني احنا هنه هنه اعتمد عليه بدرجة كبيرة جدا. فانت عشان ما اتقش مني لو ما اتفرقتش على التسبيت بتاع المعادلات او لو انت مش فاهم القصة بتاعت التسبيت اتمنى انك ترجع لها الاول. انا برده رسيب لكم اللينك بتاع آآ شرح التسبيت ده في الدسكريبشن. عشان اللي عايز يرجع له او اللي مش فاهم قصة تسبيت المعادلات ايه. يبتدي يفهمها من خلال اللينك ده. هاجي هنا اكتب يساوي صام اف. صام اف عندي بتتكون من تلات اجزاء. الجزء الاول رينج. تمام? الجزء التاني شرط موجود جوا الرينج ده. الجزء التالت. الرينج اللي انت عايز تجمعه ايه? بالبلدي كده. انا الشرط بتاعي ايه خطوط. فتروح رايح تشوف الخطوط موجودة فاني عمود. هل موجود في عمود الاسماء ده? ولا في عمود المنتجات? في عمود المنتجات. ازا ده الرينج اللي جوا الشرط بتاعي. فتيجي تروح محدد. الرينج من هنا لهنا. تمام? بعد كده كومن. الشرط بتاعك. الشرط بتاعي خطوط. اما انك تكتبها بايدك ما بين كوسين صغيرين اللي هي شفت طه. وتروح كاتب كلمة خطوط وتقفل الكوسين الصغيرين دول بشفت طه كمان مرة. كده? تمام? او تمسح الكلام ده. وتيجي تضغط على الخلية اللي مكتوب عليها خطوط هنا دي. انا مش عارف اضغط عليها هنا دلوقتي فهوف من برة وساهم الشمال عشان يوقفني على الخلية دي. تمام? يا جماعة يبقى اما ان اكتبها بايدي شرط. ما بين كوسين صغيرين شفت طه? او اه اروح احدد الخلية اللي مكتوبة عندها الشرط. وهنا يفضل ان انا احدد الخلية اللي مكتوب عليها الشرط. وهتعرفوا ليه دلوقتي. تمام? بعد كده كومن. الرينج اللي انت عايز تجمعه ايه? هو انا لما لقي لك الخطوط هنا. عايز نجمع لك الرقم اللي بيقابلها في الكميات ولا من القيم. انا عايز الكميات. فهقول له الرينج بتاقي ده. من هنا لحدهم. كده انا كتبت معادلتي. مش مهم حتى في القوس. انتر على طول. كامي عمى الرقم? متين خمسة وستين. فتعالوا نتأكد. ايه دي الخطوط تحت بعض. تلت خلايا دول كام هنا مكتوب لثم? متين خمسة وستين. اوكي. كده يبقى مصبوط. طيب انا دلوقتي بقى عايز انسخ المعادلة اللي انا طبقتها في الخطوط دي. عايز انسخها في الخلايا اللي تحت منها بحيس يجيب لي النوت فايف. الاجمال بتاعه قديه? الهواوي جي فايف. الاجمال بتاعه قديه? الينوفيس اكس. الاجمال بتاعه قديه. هل لو سحبت المعادلة لتحت الناتج يطلع صح? نجرب كده نسحب. طلع لنتائج. لكن الناتج بتاعها غلط. او بمعنى اصح? ممكن زروف تفاصيل المعادلة تخدمني. ويطلع الناتج صح. بس لو جينا بصينا هنا عشان نفهم القصة دي. يعني القصة دي دي اللي انا شرحتها في تثبيت المعادلات. انا هنا في المعادلة الاولى كتبت ايه? اثور من بي تلاتة لبي تناشر. تمام? ده الرينج. وهنا جيت من سي تلاتة لسي تناشر ده الرينج اللي هي الجمع. طب ننزل عند الخلية اللي تحت. مكتوب لي من بي اربعة لبي تلاتاشر. لحظوا ان انا فوق هنا كان من بي تلاتة لبي تناشر. تحتها بقى من بي اربعة لبي تلاتاشر. ازا تفاصيل معادلة تتحركت معي درجة لتحت. تمام? نيجي نبص هنا. من سي تلاتة لسي تناشر. طب تحت منها بقت من سي اربعة لسي تلاتاشر. تفاصيل المعادلة عمالة تتحرك. انا كده لما جيه يحسيب لي او يشوف لي النوت فايف موجود فين? فبدأ يبصي لي من اول هنا. من اول الرينج ده من هنا اللي هنا. تمام? طب فردا ان انا كان فيه نوت فايف مكتوبة فوق. مش هيجمعها لي او هو ما شافهاش اساسا. تمام? نيجي بعد كده عند آآ الهواوي جي فايف. لما جيه عمل بتاع المنتجات عمل من هنا. من عند الخلية رقم تلاتة دي. تمام? او من عند الخلية آآ رقم خمسة. تمام? بي خمسة. حسب لي من هنا. طب ماذا لو كان فيه مسلا هواوي جي فايف فوق منها? آآ كده مش هاتجمع لو كان فيه هواوي جي فايف فوق منها. يبقى هي دي قصة التزبيت في هنا. لازم اثبت الرنجي بتاعي. لازم اقوله ان عمود المنتجات بتاعي ده. ده ثابت. لما اجي اتحرك بتفاصيل المعادلة تحت او انسخ المعادلة تحت. انت ما تتحركش خلي الرنج ده ثابت معاك. ما تنجليش درجة تحت ولا اي حاجة من دي. فعشان كنا هنيجي هنا. هنعمل تصحيح للمعادلة الاولى. ونبتدي نسبت نطاق الخلايا اللي محتاج يتسبت. اولا من بي تلاتة لبيت نشر. ده محتاج يتسبت. اثبته ازاي? او في بعض اللباتة يبقى اف ان المفتاح المكتوب عليه اف ان مع اف فور. انا كده سبتت علامات الدهار هي تحطيت لي. وهاجي برضو عند الرنج ده. واضغط اف فور. انا كده سبت الرنج ده. انا كده شغال او ماشي مزبوط ما فيش اي مشكلة. طب بالنسبة الاف تلاتة اللي هي الخطوط دي. انت محتاج تسبتها. لا طبعا مش محتاج اثبتها. انا عايز ينزل معي لما انزل او انسخ المعادلة الدرجة لتحت. هو كمان هنا ينزلي ويقفلي ويحطيلي الشرط على نوت فايف. لما جنزل درجة كمان لتحت الشرط بتاعي يتغير يبقى هواوي جي فايف وهكزا تمام? اذا انا عايز الخالية دي تبقى مطلقة. متحررة تمام? تتغير معي. انما باقي الرنجات اللي انا محددة مش عايزهم يتغيرهم. مش عايزهم يبقى متحررين. لا. فنضغط على كده. نسحب المعادلات بتاعتي. لاقوا النتائج طالعة معانا مزبوطة ما فيش اي مشكلة معانا. آآ نيجي هنا. بالمناسبة برضو جماعة انا سيبلكوا الشيت آآ اللي انا بشرح عليه ده سيبقى لكم في الديسكريبشن ممكن تنزلوه. واتجربوا معايا الحاجات اللي انا بعملها. هنا بقى سم اف اس. هنا الجامعة باستخدام اكتر من شرط. تمام? اللي قبل منها كانت شرط واحد. دي بقى اكتر من شرط. وكل شرط فيهم مختلف. تمام? يبقى اكتر من شرط. وكل شرط موجود مختلف. هنا عايزة اطلع صارة. من الخطوط. بيع كميات دي. وصارة من بيع كميات. دي. وصارة من كميات دي. وصارة من نفظ كميات دي. بالنسبة لادم نفس القصة. ادم بيع من الخطوط كميات دي نوت فايف اد ادم مع هواوي وها كزا. ازا انا موجود هنا عندي شرطين. هقوله دور لي في الجدول ده على اسم سارة. ودور لي برضو لو لقيت اسم سارة شوف لي هي بايع منتجات خطوط ولا لا. وبرضو دور لي على سارة وشوف لي هل هي بايع نوت فايف ولا لا. وين اتواجدت او التوفر الشرطين دول ابتدي اجمع لي الكميات المباعة منهم قد دي بالصبت. طيب تعالوا نطبع عشان تتفهم. هنيجي هنا ونكتب يساوي افتح كوس. وهروح اضغط على اف اكس دي. دي عشان تفتح لي النافذة دي. انا بحب المعادلات اللي هيكتب فيها بيانات كتير. بحب اكتبها من خلال النافذة دي. بتسهل علي طبعا. هنا بيقول لي السم رينج بتاع كين? فين الرينج? لما انا لقي لك سارة واخطوط جنب منها? فين الرينج اللي انت عايز نجمعه لك? عايز نجمع لك من كميات ولا من القيم? فهقول له الكميات احدده. طب هل انا محتاج اثبت الرينج ده ولا لا? طبعا محتاج اثبته. ليه? لان لما اجسحب على ايد الشمال وانسخ المعادلة على ايد الشمال. او انسخ المعادلة التحت. مش عايز الرينج ده يتغير. عايز العمود ده يبدل تثبت معايا. فهضغط اف فور. بعد كده البند التاني بيقول لي كريتيريا رينج وان. الرينج الاولاني اللي هيطلع منه الشرط الاول. نشتغل على عمود الاسماء ولا نشتغل على المنتجات اللي احنا عايزينه. فهاجه هشتغل هنا مسلا على عمود المنتجات. احدد من هنا لهنا. طيب هل انا محتاج اثبت الرينج طبعا عشان ما يتغيرش معايا الففور مرة واحدة. طيب الشرط بتاعك ايه? زي ما قلت ممكن اكتبه بايدي. وممكن اجي هنا طبعا يفضل من هنا. طبعا ما هنسخ المعادلة شمال وينينه وتحت وكده. فلازم تكون كاتب اه الشروط بتاعتك زي ما انا كاتب كده. هضغط هنا في اي خلاية فضية. واتحرك سهم شمال عشان اقف الخلاية اللي مكتوب عليها كلمة خطوط. طيب هل انا محتاج بقى اسبت الخلاية اللي مكتوب عندها خطوط? ولا انا محتاج اعمل ايه بالزبط? هنا انا محتاج اسبت العمود اللي مكتوب في الخطوط. ليه? بكل بساطة هو انا في الخلاية الاولى دي اللي انا مختارة عندها الشرط بتاعي خطوط وصارة. لو جيت سحبت شمال. مش الخلاية اللي مكتوب فيها خطوط دي هتتحرك معي خطوة جهة الشمال. وهليها وقفالي على الخلاية دي. صح كده? انا هنا بقى عايز اقول له لأ عندك انت ما تتحرك ليه الشمال. اخرتك لما جنزل لتحت درجة لتحت تنزل انت كمان خلاية لتحت. انما ما تتحرك ليش خلاية شمال. ففي الحالة دي انا البيانات بتاعت المنتجات مكتوبة على مستوى العمود. البيانات كلها مكتوبة يا جماعة في العمود بتاع اي. فانا محتاجة اقول له منزل درجة لتحت. اتحرك في العمود اي درجة لتحت. انما ما تتحرك ليش من العمود اي للعمود جي. ما تتحرك ليش من اي لكي. تمام? فبكل بساطة هيك اضغط اف فور. تمام? اف فور كمان مرة. اف فور كمان مرة. زي ما انتم ملاحظين. حطي لعلمة الدولار قبل حرف الاي اللي هو قبل العمود. كده انا سبت العمود بتاع المنتجات ده. بعد كده. الرنج التاني اللي هيطلع منه الشرط التاني ايه? طبعا هنعمود الاسماء. برضه اف فور عشان انا مش عايزه يتغير معايا. فهنا بيقول لي الشرط بتاعك ايه? هقول لي الشرط بتاعي سارة. طيب محتاج اثبت ايه? انا محتاج جماجي مسلا. انزل لتحت يبضل هو قايف عند سارة. انا لو ما ثبتش الصف ده. هلاقي اوتوماتيك اول ما انزل درجة تحت هلاقي الخلية بتاعت سارة دي نزلت لي درجة لتحت. لا انا عايز اقول له خلي عندك كده خليك واقف هنا في الصف ده. لو انا بتحرك لتحت في العمود ده خليك واقف انت عند سارة. لو اتحركت درجة شمال انقل من سارة الادم. لو اتحركت درجة كمان شمال انقل من ادم لكرمة. تبهام? انما فكرة انك تتحرك لي من الخلية دي الخلية لتحت منها الخلية لتحت منها الخلية لتحت منها لأ دي مرفوضة. ففي الحالة دي انا محتاج اثبت الصف ده. بقول لما تيجي تتحرك تحرك من سارة لادم وكرمة. في حالة ان انا بتحرك على مستوى الصف. تب بنزل خلال تحت على مستوى عمود ما تتحرك ليش خليك واقف عند سارة. او خليك واقف عند ادم. او خليك واقف عند كرمة. تمام? ففي الحالة دي اف فور. اف فور كمان مرة. هلأ لأ علمت الدولار وفيتلي قبل رقم اتنين اللي هو رقم الصف بتاعي. اقول له اوكي. هلاقي الناتج تظهر معي مزبوط. اسحب بالشكل ده. واسحب هنا كده. كده انا النتائج بتاعتي طلعة مزبوط. تمام يا جماعة? ده كان الشرح بتاع دلت اف اس. واحد يقول لي طيب انا دلوقتي عندي شرطين موجودين فرنج واحد. يعني عايز اقول لي اجمع لي المنتجات بتاعت الخطوط وهواب جي بس. او شرطين فرنج واحد. طب ازاي طبقها دي? هل هستخدم سام اف ولا سام اف اس? لأ طبعا هتستخدم سام اف. مش سام اف اس. سام اف اس شرطين فرنجين. او تلت شروط في تلت رنجات. تمام? هنا بقى عشان اطبق القصة دي يا جماعة فهاجه اقول له ساوي. سام اف افتح كوس. الرنج بتاعك ايه? ده او الرنج اهو. المنتجات عايز اجمع خطوط. ونوت فايف مسر. تمام? هل محتاج اه اثبت مش محتاج ليه? لان انا مش هنسخ المعود لتحت. هو النتج هيطلع في الخلية دي بس. كما? الشرط بتاعك ايه? ما بين كسين صغيرين واروح اقيل له خطوط. كما? طب لما ليه لك الخطوط هنا عايزنا اجمع لك ايه? اجمع لي النطاق ده بتاع الكميات. محتاجة سبت لا. يبقى ليه يا جماعة ما بسبتش عشان التزبيت ده بستخدمه في حالة ان انا هنسخ المعادلة تمام لخلايا تانية. انا حاليا مش هنسخ. انا الناتج هيطلع لي فيه خلايا واحدة بس. ده كده كان الجزء الاول من المعادلة. تيجي تروح قافل القوس وتروح هيلو زائد. سام اف كمان مرة. افتح كوس. الرنج بتاع ايه? برضو رنج المنتجات. كمان. الشرط بتاع ايه? ما بين قوسين صغيرين. وهقول له نوت. فيه لاحظوا ان في مسافة ما بين نوت وفايف. مهام? بعد كده نافل القوسين الصغيرين كمان. لو لقيت لك نوت هنا عايزنا اجمع لك ايه? اجمع لكمية اللي قبالها على طول. تمام? نافل القوس. انتر. كام عام الرقم بتاعك? خمسمية خمسة وعشرين. نيجي نبص هنا. ادي الخطوط. كام دول? متين خمسة وستين. ودي النوت فايف ستين. يبقى متين آآ تلتمية خمسة وعشرين. فيه نوت فايف تاني تلتمية خمسة وعشرين. وآآ. تلتمية خمسة وعشرين. ودي متين اهم. ادي خمسمية خمسة وعشرين. ازا الناتج او المعادلة طالع معايا مزبوط ما فيش اي مشكلة. نيجي بعد كده هنا بقى للدلة بتاعة واحدة من الدول المهمة جدا. طيب ايه قصتها دي? بتوفر علي بدل ما استخدم دلة الضرب ودلة الجامعة مع بعض لا باستخدم وتقوم بتقوم بالدور دي. طب ازاي? انا هنا عايز اطلع الاجمالي. الاجمالي ده عشان اجيبه. فلازم اجيب حاصل ضرب الكمية في السعر يطلع للاجمالي. زائد. ده في ده. يطلع للاجمالي هنا. زائد ده في ده. يطلع للاجمالي هنا. وهكزا ايبا انا الطبيعة هقول له يساوي. لو مش هستخدم ده فيه ده انتر. هيطلع الناتج. اسحب تفاصيل المعادلة لتحت الحد هنا. تمام. اجاقف هنا اقول له يساوي عشان يجمع لي النطاق ده انا كده طلعت الاجمالي. تبويه الدوخة والتعب دي. ما تستخدم على طول يعمل. فبكل بساطة نمسح الكلام ده. نقف هنا اقول له ايه هتقوم لي بقى بالدورين دول. جمع وضرب. بيقول لي النطاق الاول ايه? فهقول له ده. كومة النطاق التاني ايه اللي انت عايزنا اضربه فيه? ده. انا دي النتج طلعت لي وكل بساطة ما فيش اي مشاكل. دي كانت بشكل مبسط كده العيلة بتاعة تمام? زي ما قلنا. اه اه اتمنى بقى ان الفيديو ده يكون عجبكم. تنسوش بقى في القناة. ولو انتم مشتركين في القناة متنسوش فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزيله في القناة. يلا شوفك على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي.